تتواصل الجهود المصرية والدولية لثني إسرائيل عن شن هجوم على رفح وذكرت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية أن الولايات المتحدة تعمل مع حلفاء عرب على خطة كاملة لإرساء سلام دائم بين إسرائيل والفلسطينيين تشمل وقف القتال وإطلاق صراح المحتجزين في رفح التي تحولت إلى مخيم ضخم يحوي ما يقرب من مليون ونصف المليون نازح من شمال غزة تتسارع الجهود الدولية من أجل رضع إسرائيل عن شن هجوم على مدينة رفح الفلسطينية الواقعة أقصى جنوب القطاع المحاصر الجهود المصرية في هذا الإطار ما زالت تتواصل حيث اتفق الرئيس عبد الفتاح السيسي مع نظيره التركي راجب طيب أردوغان على توحيد جهودهما والدعوة إلى وقف الهجوم الإسرائيلي الوشيك على مدينة رفح كما اتفقا على ضرورة وقف إطلاق النار في غزة والتهديئة في الضفة وفي لقاء آخر مع نظيره البرازلي لولا داسيلفا أكد الرئيس السيسي أن المباحثات شددت على ضرورة وقف إطلاق النار والإفراج عن الأسرى الفلسطينيين والمحتجزين التحذيرات من شن هجوم على رفح نقلها أيضا الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مجددا موقفه بضرورة حماية المدنيين ومحذرا من عواقب كارثية في حال أقدمت إسرائيل على شن عملية في مدينة رفح بقطاع غزة من دون وجود خطة لحفظ سلامة المدنيين رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك أبلغ نتنياهو مجددا أن الأولوية الفورية يجب أن تكون للتفاوض على هدنة إنسانية للسماح بالإفراج الآمن عن المحتجزين وتسهيل تسليم مزيد من المساعدات إلى غزة بما يؤدي إلى وقف إطلاق نار دائم على المدى الطويل ووفقا لصحيفة واشنطن بوست الأمريكية فإن الولايات المتحدة تعمل مع حلفاء عرب على خطة كاملة لإرساء سلام دائم بين إسرائيل والفلسطينيين تشمل وقف القتال وإطلاق الصراح المحتجزين من الطرفين ووضع جدول زمني لإقامة دولة فلسطينية في نهاية المطاف ورغم الجهود والتحذيرات الإقليمية والعالمية إلا أن نتنياهو يصر على تجاهل كل ذلك ضاربا بالقرارات الأممية وقرار محكمة العدل الدولية بتجنيب المدنيين ويلات الحرب عرض الحائط ومعلنا توجيهه أوامر للقوات الإسرائيلية بشن عدوان على رفح التي يتكدس فيها أكثر من نصف سكان غزة بحسب الأمم المتحدة وتعد أيضا نقطة الدخول الرئيسية للمساعدات التي تعرقل وصولها إسرائيل إلى القطاع مما يهدد بحدوث مجاعة وأوبئة